صار لي ثلاث شهور متزوجة وكل مرة يقول لي زوجي إذا نزل راتبك راح نسافر مع بعض في فلوس الراتب هو هذا طبعاً أنا السؤال كان طويل أنا اختصرته لكم هذه واحدة متزوجة وتوهمة وظفة وتعرفون لما الإنسان يتوظف الراتب ينزل في الشهر الثالث أو الرابع فهو كل يوم يقول لها زوجها إن شاء الله الزوج يقول لها إذا نزل راتبك بعد ثلاثة شهر ناخذ الفلوس ونروح نسافر فهي تسأل يعني هي تومت زوجي على ثلاثة شهور والله يشوف يعني إذا أنت تبين تسافرين بفلوسك اللي هو مراتبك مع زوجك كهدية منك حقه هذا قرارك أنا ما أتدخل فيه لكن إذا كنت بتسأليني هل من حق زوجي أنه يأمرني أنه أدفع لرحلة السفر مراتبي الجواب لا مو من حقه طيب سؤال ثاني هاي أنت ما سألتيني بس أنا قاقة سألتك لو أنت استلمت راتبك بعد ثلاثة شهر وما تبيت سافرين فيه واعتذرتين لو قلتين لا ما بيأسافر فيه هل أنت غلطانة الجواب لا أنت مو غلطانة لأن السفر لو بيسافر الزوج الأصل من فلوسه إلا هو كنتي أنت متعاونة معاه هذا قرارك أنت الخاص السؤال اللي بعده السؤال 11 متزوجة من سنة وزوجي لا يخرجني يعني ما يطلعني إلا كل ثلاث شهور مرة ويا يا حرام والله شو بسجن اشتعوا وأنا ساكنة مع أهله لا يعني هو من حق الزوجة أن الزوج يفرحها يريحها يعني على الأقل على الأقل أنت كرجل أنت كل يوم قاعد تطلع وهي مسكينة قاعدة بالبيت يعني أنا يعني ما بيأفتح لكم هالملف بس أنا عندي قضايا كثيرة صارت بسبب هالمشكلة أن الزوجة ودها تطلع وزوجها حارمها من الخروج ففي بعض الزوجات تصرفوا تصرفات خاطئة داخل البيوت وما بيأنا أتكلم بهالموضوع الآن لأنه فيه تفاصيل كثيرة بس أكيد أنتم فاهميني يعني فإحنا على قولتهم يعني لا تخوا ولا أكسر مخوا ما هو الطبيعي؟ الطبيعي أن الزوج يخصص يوم في الأسبوع يطلع زوجته ويطلعوا إياها عاد كيف هم يتمشون يروحهم مطعم بحر بار كيف هم يعني يسير لهم برنامج خاص فيهم مرة في الأسبوع هذا أقل شيء هذا أقل شيء لكن لو اتفقوا على الأقل هذا بالنسبة لي أنا جيد أما أنه يحبسها ثلاث تشهر يعني حرام صراحة خاصة في الزمن اللي نحن نعيشها الآن طيب السؤال 13 وباقي لنا ثلاث أسئلة 13 و14 و15 تزوجت قريباً ومعي ولدي وبنتي من زواجي السابق فكيف يتعامل زوجي الجديد معهم ونحن بأمريكا؟ هو الأخ طبعاً كان لها زواج سابق وتم طلاقها وهي الحين خذت عيال هلاثنين وتزوجت زوج آخر وهلاثنين ساكنين معها وساكنين مع زوج الأم فكيف يتعامل معهم؟ يعني اللي أنا أتمنى أجاوب أنا أتمنى أنه يتعامل معهم مثل تعامل الأب مع عياله وأنا عندي حالات كثيرة حقيقة فعلاً سبحان الله بعض أزواج الأمهات صاروا أفضل من الآباء للأبناء من الطليق فخلي أخذ راحته وخلي عاملهم يعني معاملة طيبة ومعاملة حسنة بس الإشكالية وين أنا أعتقد الآن مو بالزوج ربما في الأبناء ما هم قابلين هذا الرجل هني هني شوية فيها إنا لذلك أنت كونش ما سألت عن العيال معناته يفترض حسب ما فهمت أنا أنه العيال قابلين الرجل خلاص ما عندنا مشكلة مع العيال فطالما ما عندنا مشكلة مع العيال إذن معناته الزوج هني يأخذ راحته ويتعامل معهم مثل أبنائهم بس انتبهي حق نقطة اللي هي المصاريف المادية المصاريف المادية حاول أنت تتكفلين فيها تماماً ولا تحملين مسؤولية زوجك الجديد مصاريف أولادك من طليقك حاولي تفصلين الموضوع وإذا تقدرين بعد تأخذين نفقة الأولاد من طليقك شذي أنت يماشي خمس نجوم ممتازة جداً السؤال الأربعة عشر الرجل كان يشرب الخمر قبل الزواج واشترطنا عليه التوقف بعد الزواج فتوقف ثم تزوجنا وبعدها رجع للخمر وهو يصر على أنه لن يقلع عن شرب الخمر والله يشوفه يعني في مثل الحالات نحن نوازن ما بين مصالح ومفاسد ونشوف الحسنات والسيئات إذا الرجل ينعاش معه وطيب وكريم وإيده مفتوحة وحبيب ومصلي ومحافظ وحاب أولاده وحاب زوجته ومأمن لكم كل الحقوق أنا أقول لا تستعجلين وصبري عليه وحاولي بين فترة والثانية تستخدمين وسائل ذكية في تذكيره وفي إقناعه وفي مساعدته في تقليل من شرب الخمر أو الإقلاع يعني أنت عندك خطين نحن نشتغل فيهم إما تقليل أو إقلاع أحيانا الإقلاع يصير صعب شوي يصير صعب لأنه واضح هو يشرب قبل الزواج التقليل لو نجحت فيه هذا ممتاز في نقطة ثانية لو قدرت أنه تتفقين مع زوجت إذا بيشرب يشرب في مكان خاص فيه يعني بعيد عنك وعن العيال لو كان عندكم أولاد أنا ممبي من السؤال أنه عندكم أولاد بس واضح أنه ما عندكم أطفال وأنتم الزوجين جدد فلو كان عندك أطفال مستقبلا التفقي مع زوجت أنه ما يشوف أي أحد من العياله أو يعرف أن أبوهم يشرب لأنه هذا ابتلاء الله عز وجل ابتلى مثل ما ابتلى بالتدخين هذا ابتلاء أو مثل الله عز وجل ابتلى بمرض السكر هذا ابتلاء وبالتالي إذا إنسان فيه سكر ولا مدخن ولا أشرب خمر أنا في هالحالة أنا ما أرى الطلاق خاصة مرة ثانية أقول إذا حسنات غلبت سيئات ما أرى الطلاق ولا أرى الانفصال أبدا وإنما أصمم برنامج حق هذا الشارب بحيث أنه لا يعتدي على الآخرين ولا يترتب على هذا الشرب أي ضرر للآخرين وإنما هو قاعد يضر نفسه كيف رب العالمين بحاسبه ورب العالمين بعاقبة وهو واضح أنه مبتلى إلى أن يتصحصح ضميره وإيمانه بحيث أنه يقول والله أنا قررت أني أترك الخمر هذا موضوع ثاني وأنا عندي حالات يعني أنا في عندي حالة مشيت معاها طبعا الزوج كان رافض يترك الخمر وأنا قلت لحق الزوجة لا تتطلقين خليك عندها أربع أولاد وسوينا لنظام في البيت خلينا لغرفة خاصة فيه قلت لك بغيت تشرب روح يشرب هالغرفة وإكفلها عليك وبعدين تسبح وغسل وكذا وإلبس ولما تطلع حق أولادك خلي يشوفون أب محترم والله ظل ظل هو على هالموضوع تقريبا ثمنتعاش سنة لكن سبحان الله بعد الثمنتعاش سنة يعني راح الحج والله هدا وترك شرب الخمر والحمد لله الحين الأسرة عرفهم أنا موجودين حتى قريبين من بيتي يعني الأسرة مستقرة ومرتاحة ولا في أي مشكلة فيها فالشاهد من هذا كله أنه نحاول نتعامل معها بطريقة فيها حكمة حتى بس نستفيد منها آخر سؤال وإن شاء الله نختم معاكم اليوم وأنا أعرف يعني اليوم أنا أصريت أني أطلع معاكم في لقاء مباشر مع أنه في كثير من الدول المتابعة الآن بعضهم عندهم امتحانات حق أطفالهم بعضهم إجازات لكن نستفيد حقيقة من هذا اللقاء وشفت أنا التفاعل يعني في الشبكات الاجتماعية لما نزلت الموضوع أن الناقش مشاكل متزوجين الجدد فعلا صراحة كان التفاعل قوي قوي جدا والأسئلة كثيرة جدا ولذلك يعني راح نخصص له بإذن الله لقاء ثاني في نفس العنوان نكمل معاكم للمتزوجين الجدد آخر سؤال زوجي لا يريد مني أطفال لكن من زوجته الثانية ينجب أطفال فماذا أفعل يعني أنا ما عرف طبعا شن السبب ولا أنت بيّنتي لي السبب أنا مرت أنا أقولش من الحالات اللي هندي أنا عندي مثل حالاتك بس كان في أمراض وراثية فما أحب أنه ينجب من الأولى وأراد أنه ينجب من الثانية فيه مرت علي حالة أنه الزواج الأول كان الزوج خايف منه ما عنده أمان ولا أطمئنان ومضايق من زوجته فخايف ينجب منها وبعده يرتبط أقوى يرتبط أكثر يعني عندي حالة مرت علي بس كانت في حالة غريبة صراحة أنه كان يحب زوجته حب كثير يبي يتعامل معها الزوجة أنها هي حبيبة وعشيقة ما يبي يتعامل معها أنها هي أم أولاد في حالة مرت علي في حالة مرت علي في موضوع الظروف الاقتصادية بحكم ظروف الزوجين مع بعض يعني أهو مع زوجته الثانية عندهم ملاءة مالية فيقدرون ينجبون أطفال يصرفون عليهم زوجته الأولى ما عنده معاها الملاءة المالية لأنه هي أصلا وضعها المادي صعب جدا فاتخذ قرارة على كل حال فيه قرارات كثيرة أنا ما أعرف الآن يعني ما هو السبب الحقيقي علشان أقدر أجاوبك جواب دقيق يفيدك شكرا